موسيقى نشرعه اليوم مشاهدين الكرام في تقديم فكرة عن انتظارات مواطنية المعتمديات المنتمية إلى الإقليم الخامس المدكوين من ولايات تطوين وجابس وجبل ومدنين والبداية تكون بمعتمدية بيرل أحمر من ولاية تطوين والتي تضم سبع عمادات وهي البستين وبرل أحمر الشرقية والغربية والسند والعرقو والمدينة والجراجر ويأمل متساكنوها في تحسين الوضع الاقتصادي والاهتمام بالبنية التحتية وخلق المشاريع معتمدية البرل أحمر من ولاية تطوين يرى متساكنوها أن على المجلس المحلية أن يحدد مع سكان العمادات الأولويات التنموية ومن أهمها توفر النقل والاهتمام بالقطاع الفلاحية النقل ضرورة ملحة خاصة هي معتمدية تربط زوز ولايات نحن الشيرة الشمالية في معتمدية التطوين كذلك نخص بالذكر الفلاحة عدة مناطق سقوية غير مهيئة مشاريع نسمع بها متحسلتش مساعد البساتين هذا منطقة سقوية منطقة من المناطق لأنها أصبحت تعجب أليس المشاكل صحة النقل انتظراتنا كثيرة إن شاء الله هاللجان تكون بدورها لأنه هاللجان منبثقة من الحي كما أكد مواطنون البرل أحمر أن منطقتهم تحتاج إلى تشغيل الشباب وخلق مواطن شغلين المجلس يقف شوي مع الشباب ويشوف المشاريع اللي شنية يجبها تعمل في البرل أحمر شنية فهماش مشاريع معامل صغيرة توفر يد عاملة ومعناه البرل أحمر مقاحة سراتيجية براسك البوابة متعتطوين ومعناه علق المعامل معتمدية البرل أحمر كانت بها معامل صناعية لكن بغلقها تفاقمت نسبة البطالة وفقدت معها الحركية الاقتصادية وعلى المجلس المحلي المنتخب أن يعمل على إرجاع هذه المقاومات التنموية حسب متساكني المعتمدية ادخيلة توجان هي معتمدية حديثة تضم خمس عمدات وهي توجان وادخيلة توجان واحد وادخيلة توجان اثنان وازمرتن وعين تونين هذه المعتمدية ذات الطابع السياحي إلا أنها تفتقر إلى المرافق الإدارية وترفيهية بحسب مواطنيها الذين طلبوا بدفع منوال التنمية معتمدية ادخيلة توجان المعتمدية الفاتية المحدثة منذ سنوات قليلة مواطنها يطالبون بإحداث عدد من فروع الإدارات المحلية لتسهيل قضاء شؤونهم المجلس المحلية هي تكون ترافض مرافق التنمية وتدافع المواطن وهذا من واجبها نطمح لإحداث إدارات في المنطقة حتى تسهل المواطن في الحياة المتاع والنقل ناقص في معتمدية ادخيلة توجان شباب برأي مواطنيها لا يجد فضاءات تسقل مواهبهم وإبداعاتهم ما جعلهم يطالبون بإحداث فضاءات شبابية ثقافية بهذه المنطقة يلزمها دار شباب ويلزمها ملعب شباب معتمدية ادخيلة توجان واحدة من المعتمديات السياحية في هذه المنطقة المجلس المحلي القادم برأي المواطنين مطالب بإحداث نواة سياحية حقيقية بهذه المعتمدية كذلك وفي معتمدية الفوار من ولاية تيكبليا التي تضم خمس عمادات هي الصابرية الشرقية والصابرية الغربية وبشني والدرجين وغريب وغديمة يتطلع الأهالي في هذه الربو على نهوذ المجلس المحلي القادم بالفلاحة تقطاع حيوي في الجهة إلى جانب تطوير الخدمات الصحية وتحسين البنية التحتية في معتمدية الفوار من ولاية تيكبليا مشاغل أهالي هذه المنطقة تتلخص بالأساسة في القطاع الفلاحية لسيما في هذه المعتمدية باعتباره النشاط الأساس بها معناش معامل الفلاح يعاني من قلة الدعم أدوية كلش برشة برشة حاجات منعانوا في التسويق متاع الدمور رأوا فيه مشلة كبيرة ياسر المطلوب هو أن يكون برنامج تموي في المنطقة للأسف للأسف في المنطقة هذه منذ 84 هي معطندية أما ما تبدل حد شيء راب رسك اللي دخلها 84 يقع كيف كيف هي بيدها فرع بنكي مفماش استيق مفماش السناد مفماش الطريق الرئيسي الطريق الوطنية عدد 20 اللي هي مربوطة بالطريقة الوطنية التي عارجي معتوك واللي هي في أحد ذاتها من 2016 مرمجة في الميزانية 2016 ولتوا ما تبدأتش فيها الخدمة انتظارات كبيرة من أهالي معتمدية الفوار من المترشحين للانتخابات المحلية القادمة لإشاد حلول دائمة معتمدية ابن خداش من ولاية المدنين والتي تضم 13 عمادة وهي البحيرة والبنية والحميمة والدخيلة والفجيج والكسر جديد والمنزلة وابن خداش ورحالة وصغاية وزمور ووادي الخيل ورجيجين هذه الوجهة السياحية الهامة يتطلع متساكنها إلى خلق مشاريع استثمارية بالجهة ويطالبون أعضاء المجلس المحلي المرتقب بإيجاد حلول في ظل غياب المرافق لدارية والمشاكل التلموية والبيئية فايزة سيكرافي مواطن ومعتمدية ابن خداش عدد أولويات منطقتهم في المجالات التنموية التي وصفوها بالمنعدمة فبعض الخدمات المهمة مفقودة مع غياب لعدد من الإدارات أي إدارة تبشي لكناب تبشي المدنين تبشي لأي حاجة مصنات كل شيء ما نقول جبال موجودة يطلع واحد توجيب كريارات والذي يجيب حاجة لتعقل القرفية والوحد يخدم هذه المنطقة الجبلية أصبحت وجهة مميزة للسياحة البديلة إضافة إلى ثرائها بالمواد الإنشائية التي يمكن استغلالها لخلق مشاريع استثمارية تنهض بالمنطقة الموية حسب رأيهم منطقة سياحية يعني ذات وجهة سياحية وغنية بالتراث تراث المادي واللامادي توسكية وكلات عنا أثار عنا كل شيء في معتمدية بن خداش جيولوجيا وثقافيا وحضارة كبيرة ياسر انتظارات يرسومها المواطنون من المجلس المحلي لتحقيق تغيير فعلي للمشهد التنموي بالجهة البنية والتحتية وضرورة تقريب الخدمات الإدارية من المواطن وغيرها من الإشكاليات طرح أهالي معتمدية بن مهيرة من ولاية تطوين التي تضم خمس عمادات وهي الرهاش والمرة وابن مهيرة الشرقية وكسر عون وكسر مهيرة ومن أبرزها إشكاليات القطاع الصحية معتمدية بن مهيرة بولاية تطوين المحدثة منذ ست سنوات فقط ما زال أهلها ينتظرون تركيز الفروع المحلي الإدارية الضرورية برأيهم لتيسير قضاء شؤونهم بهذه المعتمدية إلى جانب القطاع الصحي نطلب أهم حاجة لأنهم يشوفون القطاع الصحي هنا في معتمدية بن مهيرة القطاع الرياضي نبدو في تحسين الطرقات تهيط المنطقة العمرانية الأضواء لنارة ملف الأراضي الاشتراكية ومنطقة بن مهيرة الحدودية مواضيع يتطلع أهل المنطقة أن يجدوا لها الحلول الضرورية نقص مثل فروع الستاق والسناد والتجهيز نقص برش فروع ما أنا فهمت الواحد معناتها لهنا يلزم يخدم المنطقة يشوف النقايص ويركز عليها معتمدية بن مهيرة والبعيد عن مركز ولاية تطوين تنتظر تدخلات لإيصال صوت أهلها معتمدية الحامة من ولاية جابس المتكونة من عمدتين وهي الحامة واحد والحامة اثنين يعملوا متساكنها في أن يتمكن أعضاء المجلس المحلي المرتقب من المضي قدما في إنجاز المشاريع المعطلة وخاصة الطرقات كما إيجاد حلول لإشكاليات تؤرقهم على غرار قطاع المياه والصحة في ولاية جابس معتمدية الحامة تعيش هذه المنطقة إشكالات عديدة مستمرة منذ سنوات طويلة تعود في كل مرة للطرحة تتعلق خاصة بقطاعات الصحة والبنية الأساسية وبتزويد المنطقة بالمياه الصالحة للشرب في رأي أهلها مشكلة المياه معنا مشكلة عويصة يعني بلاد معنا منتجة للمياه وما عندنش مياه انقطاعات كثيرة في المياه الشراب ثم المياه السقوية حدث ولا حرج غير موجودة لا يبرش فيها السبيطار ما في شيء مطلوب يلزم راديوني يلزم الراديونيت أنا عندما راديوني مش عارف يخدمي يخدمي مطرقات مثلا في بعض طويل وفي الشيء ما تخدمت بدأت لشغال ووقفت قال ليش ووقفت؟ الله أعلم هذه الإشكالات وغيرها والحلول المنتظرة ينتظرها أهالي المنطقة من الذين سينتخبونهما في المجالس المحلية المقبلة يأمل متساكنوا معتمدية دوزة الجنوبية التي تضم خمس عمادات وهي الأعذارة ودوزة الغربية وغليسية وأنويل الجنوبية وأنويل الشمالية من ولاية تيكبلي يأمل المتساكنون فيها أن يولي أعضاء المجلس المحلي المرتقب باهتماما بقطاعي التمور والجوانب السياحية لدوزة التي تعد بوابة الصحراء مراد مزيودة مع تمديد دوزة الجنوبية والتي تضم عشرين ألف ومائة وثمانية وعشرين ساكنا يتوزعون على خمس عمادات تمثل مع دوزة الشمالية أكبر مع تمديدات ولاية تيكبلي وتمتاز بثرواتها الطبيعية والفلاحية كما تمثل صحرائها من أكبر مناطق إنتاج البترول والغاز الطبيعي أكبر طلب يبقى هو ديوان التمور على الأقل يعملون ديوان تمور بالمنطقة خليه ينقذ القطاع من الأزمة الفلاحة بسفعاء منعانوا في مشكلة العلفة كما يطالب الأهالي بلفتة إلى البنية التحتية وخاصة بالمنطقة السياحية دوزة الجنوبية زادة تبحى المنطقة السحراء مهرجان السحراء الدولي بدوز المنطقة السياحية طلبنا عديد من المرات من الجهات المختصة أن يقع خلية مواقبة على طول مستقرة في المنطقة السياحية تابعة بلدية دوز تقوم بالنظافة وتقوم بصيانة وبسقي الزراعة ثميكة وتخدم على جمالية المنطقة السياحية اهتمام بالكومفمون ضمه وسط الصحراء مشاكل بتاع الطرقات إحداث مستوصف محلي معلناش مستوصف في الجهة هذه معتمدية دوز الجنوبية تضم خمس عمادات وتتوزع على خمس دوائر انتخابية وهي عمادة دوز الغربية وغليسيا والعذارة وعمادتين ويل الجنوبية والشمالية متساكنوا معتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدين تضم أحد عشرة عمادة وهي الجرف والدرجاوة والراجوبة الشرقية والراجوبة الغربية والغباي والقصبة والجرين والمغزاوية وبدوي وسيدي مخلوف وعمرة ويأمل متساكنوا هذه المعتمدية في تنفيذ عدد من المشاريع المعطلة والنهوض بالمنطقة وتوفير مواطن شغل لشباب العاطل عن العمل الفائزة السكرافية مشاغل تنموية ينتظر مواطنو معتمدية سيدي مخلوف من المجلس المحلي المنتخب اعتاءها أولوية الاهتمام في برنامج عملهما منطقة صناعية عملوها بساحة معينة وعملوا الهبلاكة وقعدت اليوم عندها سنوات كل وحبراً على ورق مهمة حتى شيء سيدي مخلوف منطقة تتميز بالفلاحة والسيد البحري لم يتغير فيها الوضع التنموي حسب قول سكانها ما يستوجب من المجلس المحلي حال حالة الجانب الاجتماعي والتنموي لهذه المنطقة الاهتمام بالقطاع الفلاحي والسياحي من أبرز المطالب التي كشف عنها متساكنو معتمدية الصمار من ولاية تطوين والتي تضم خمس عمادات وهي الصمار واحد وصمار اثنان وصمار ثلاثة والغرياني وكرشاو حيث يعمل المواطنون أن لا يتوانى المجلس المحلي المرتقب عن وضع معتمديتهم وشؤونها العامة ضمن أولوياته معتمدية الصمار بولاية تطوين تحوي على مقاومات عديدة للتنمية خاصة في المجال السياحي والفلاحي بحسب مواطنيها نركز على الفلاح الفلاح علىنا محرومين منه معناها فهم مشكلية كبيرة ياسر يجب أن نترخص لنا في العلف السياحة متاعنا مازالت سياحة جديدة ومسياحة نظيفة فلما لا يربطوها بالمسالك السياحية اللي قريبة من حذانا من هنا لأن المطار ما هوش بعيد طوالنا برشة بات تخدم في تطوين وعما أضل كبيرة هو النقل في الليل يعني في النقل في النهار الناس متلقاش فيش تروح أي من الحاجات اللي يجب أن يخدموا عليها المجالس المحلية الجديدة هذه الإشكالات القائمة بمعتمدية الصمار يطالب أهالي المنطقة أن تجد لدى المنتخبين في المجالس المحلية القديمة الأذانة الصاغية لها استغلال عديد الفضاءات البيئية وفضاءات السياحية حتى تتحرك الحركة الاقتصادية في البلاد مجموعة أخرى من الإصلاحات على مستوى الماء الصالح للشاربود وخاصة الطرقات لمزيد تحسينها لماذا بنا زاد تحسين الخدمات على مستوى الدائرة الصحية معتمدية السمار موقعها الجغرافي المميز الواصل بين ولاية تطوين وأبرز مناطق ولاية مدنينة قادرة على أن تكون قادرة للتنمية بهذه الولاية بحسب مواطنيها يعمل أهالي معتمدية الحامة الغربية من ولاية جابس والتي تضم خمسة عمادات وهي البحائر ورحبيب ثامر وبشيمة البرج وبشيمة وبوع الطوش أن يساهم المجلس المحلي القادم في تحسين البنية التحتية وعدة مرافق حياتية أخرى خميز ببطانا في معتمدية الحامة الغربية لإشكالات عديدة خاصة على مستوى توفير الإدارات المحلية وفروعها إلى جانب الاهتمام بالقطاع الصحي والفلاحي إشكالات أثارها المواطنون وينتظرون أن تتابعها مجالس المحلية القادمة مطلوبنا أن يتلهو بالبنية التحتية بتاع المعتمدية هذه بحكمة جديدة إذا ما تكون البنية التحتية سمحة ومريقلة وتأخذ حقها في الكيسات وفي الطرقات معتمدية الحامة الغربية الفتية يأمل مواطنها أن تجد هذه الإشكالات حلولا وصدا لدى كل الأطراف المسؤولة جملة من الانتظارات تشمل مختلف القطاعات يأمل متساكن المعتمدية البنغردان من ولاية مدنين المتكونة من 13 عمادة وهي الشابنية والصياح والطابعي والعمرية والمعمرات والنفاتية والوراسنية وبنغردان الجنوبية وبنغردان الشمالية وجلال وجميلة وشارب الراجل هذه العمادات ينتظر وهليها أن يعمل المجلس المحلي الذي سيتم انتخابه على مكتسبات لقطاع الصحة والبنية التحتية والتعليم وبعث مشاريع تلموية تستقطب شباب المنطقة تحسين الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي ببنغردان والاهتمام بالبنية التحتية للمدارس وتهيئة الطرقات والاعتناء بالجانب البيئية وأيضا دعم قطاع الفلاحة والصيد البحرية أولويات ندى بها أهالي معتمدية بنغردان أهم لحاجة معنا من نواقص بنغردان هي الصحة هي السبيتار ناقص برشة معدات برشة برشة هيكل طبية مثلا عندنا سكنار عندها ثلاثة ولا ربعة من يركب لا طبيب ما عندهش طبيب قاعة اللي نعايش معنا ناقص برشة ويدعموا هالفلاحين الصغار وبرشة حاجات رأي ويرجلون الكياسات نحب مشاكل للشباب هاك المشروع دروه هنا دروه وبنوه كذلك أهالي المنطقة يقرون أن بنغردان تغيب فيها مواطن الشغل ولا بد من خلق مشاريع كبرى تشغل شباب الجهة إيجاد حلول الأراضي الاشتراكية وتحسين الخدمات الصحية وخلق استثمارات بالجهة أهم انتظارات متساكني معتمدية المطوية من ولاية جابس والتي تضم خمس عمادات وهي العكريت والمطوية الجنوبية واحد والجنوبية اثنان والجنوبية ثلاثة والمطوية الشمالية في معتمدية المطوية لإشكال العقاري للأراضي الاشتراكية عائق أمام مسيرة التنمية بهذه المعتمدية برأي مواطنها فقرة بوقت يلزم يوقفوا الناس كليك على الواحة الواحة ريهم بزيد عام آخر عام من أخرين معاش واحة مشكلة الصحة ما عندهم استعجالي استعجالي تحير حتى واحد بيشتهز مثلا إنسان ما عندهش نقل مسكيني يوحان نقل المدرسي والجامعي وحتى النقل العمومي نقل هو التنمية؟ نقل هو التنمية هو الشريان اللي يخدم الاقتصاد ويخدم التربية ويخدم الجميع مشكلة كبيرة على مستوى المعنى ربط مدينة المطوية والمطوية كمعتمدية بقابس معتمدية المطوية مقومات عديدة للتنمية والاستثمار تتطلب حلولا عاجلة خاصة للإشكال العقارية حتى تنطلق المسيرة التنموية بهذه المعتمدية برأي متساكنها اشتركوا في القناة